علقت اللافتات ورددت الشعارات ومضى المرشحون في دعاياتهم الانتخابية هنا وهناك فالصورة العامة لدمشق تعكس الحالة السياسية المرتقبة داخل البلاد انتخابات تشريعية من المقرر أن تشهدها سوريا في الثالث عشر من الشهر الجاري يتسارع المرشحون على تقديم أنفسهم كملاذ يحقق الطموحات والرغبات والغد الأفضل مشهد يراه كثيرون بعيداً كل البعد عن الواقع السوري وكأنه لا حرب دائرة ولا مواطنين يبحثون عن ملجأ ومسار سياسي لا يجد طريقه بعد ولا بحيات انتخابات ولا يحنتخب لأنه لا هدول ولا اللي قابلون ولا اللي قابلون ولا اللي حيصيروا يحيقدروا يخدموني ويفيدوني مقاطعة للانتخابات لن تسمع عنها كثيراً إذا ما تبعت القنوات السورية المحلية التي عكست أجواء طبيعية للانتخابات مثلما بدأت تطلعات المواطنين تقليدية النظام السوري يتحدث عن حجم مشاركة غير مسبوق بالانتخابات البرلمانية إذ تشير الأرقام الرسمية إلى ترشح أكثر من 11 ألف مرشح في هذه الانتخابات الثانية من نوعها منذ بدء الحرب في سوريا ستجري الانتخابات في جميع محافظات القطر باستثناء محافظتي الرقة وإدلب لعدم وجوز سيطرة للدولة بهاتين المحافظتين ومع داهم المحافظات يوجد مراكز انتخاب فيها يبدو أن استثناء الرقة وإدلب ليس نهاية المطاف فهناك مناطق أخرى قد لا تجرى فيها الانتخابات نحن لن نشارك في هذه الانتخابات ونجد أيضا بأن الظروف التي تمر بها سوريا وخاصة هناك فوضاء تجري في جينيف والقوة الدولية تسعى لإيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة بأن طرح موضوع الانتخابات في هذه الفترة هي حقيقة من النظام بعيد كل البعد عن الواقع ومنفصل عن الواقع انتخابات تقاطعها المعارضة وتراها غير شرعية فيما تصفها دول غربية بالاستفزازية إصرار دمشق على عقد الانتخابات التشريعية قد يقرأ بأنه رفض للاعتراف بالضعف الذي أصاب مفاصل الدولة في حرب دمرت أجزاء واسعة منها